يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للطالب المبتدي في التفقه في الدين ما هي كتب الفقه الذي يبدأ بها مأجورين؟ هذا يحتاج إلى مدرس إلى مدرس متقن للفقه يدرس عليه الفقه وهو يشرح له أما مجرد القراءة في الكتب فلا نوجه إلى أن يأخذ بهذه الطريقة التي يأخذ بها كثير من الشباب اليوم تتلمذون على الكتب وعلى القراطيس ويخرجون على الناس بأغلاطهم وأفهامهم ويزعمون أنهم علماء لا بد من التلقي عن العلماء إما في المعاهد والجامعات والمدارس التي تدرس فيها علوم الشريعة وإما على المشايخ في المساجد أما مجرد أنه ينعزل ويقرأ في كتب أو يقرأ على إنسان جاهل متعالم فهذا خطأ وضرر عليه وعلى المسلمين الذين يفتيهم نعم